وينضم إليه الآن من موسكو ستانيسلاف ميتراكوفيتش وهو الباحث في العلاقات الدولية في جامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي أهلاً وسهلاً فيك ستانيسلاف مجدداً معي على البرنامج الرئيس الأوكراني طلب تقديم أدلة على أنه في غزو روسي وشيك برأيك من سيرد عليه وبماذا سيردون عليه؟ بالتأكيد الرئيس الأوكراني طرح هذا السؤال على حلفائه الغربيين وهو يخشى من التبعات الاقتصادية لكل هذه الهستيريا الموجودة في الإعلام الغربي وتحديداً وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية كل يوم هناك أخبار عن غزول أوكرانيا كانت هناك شركة طيران هولندية كيل أم أوقفت الطيران إلى أوكرانيا وبالتالي كيف يمكن للإقتصاد أن يستفيد أو أن يزدر إذا توقفت شركات الطيران عن السفر وكيف ستكون هناك حركة سياحة إذن كل هذه الأجواء بالإشارة إلى هجوم روسي هذا الأمر يدور بالاقتصاد الأوكراني لذلك هو طالب الأمريكيين بالتخفيف من هذا الخطاب ربما يحصل هذا الأمر بعد بضعة أيام وتحديداً بعد الخامس عشر والسادس عشر من فبراير حيث تم الحديث عن هذه التوريكة احتمالات الجمع بعد مرور هذه الأيام أعتقد أن الوضع سيتحسن أود أن أسألك عن فرص الكراملين إذا ما بالفعل قامت روسيا بعمليات الغزو والذي نحن متفقين عليه بأنه لن يكون هناك رابح من أي تصعيد في أوروبا وروسيا لا ترغب بهذا التصعيد لأنه لن يخدم مصالحها هناك لكن إذا ما بالفعل وجدت نفسها روسيا مدفوعة بهذا الاتجاه ما هي فرص موسكو من وجهة نظرنا هناك احتمال وحيد لتدخل موسكو عسكرياً في شؤون الأوكراني هذا الأمر سيحصل إذا بدأ الجيش الأوكراني بمهاجمة المناطق الانفصالية وإذا كان هناك تكرار لما حصل في أوكرانيا في العام 1995 عندما هاجم الجيش الكرواتي عندما بدأ عملية العاصفة وهاجم المناطق الانفصالية ولسنوات طويلة سمعنا من كيف أنها تريد أن تتصرف بذات الطريقة التي تصرف بها الكرواتيون في التسعينيات في تلك الحالة ستضطر روسيا إلى التدخل عسكرياً لكن في جميع السيناريوهات الأخرى لن يكون الهجوم خياراً وأيضاً يجب أن نطرح على أنفسنا سؤالاً ما الذي ستفعل أمريكا والدول الغربية هل سيفرضون العقوبات هل سيتدخلون عسكرياً برأينا هم لن يتدخلوا عسكرياً هم لن يحاربوا نيابة عن أوكرانيا وأوكرانيا أقل أهمية لأمريكا مقارنة بروسيا وبالتالي يمكن لروسيا إذا تدخلت أمريكا لن تدخل لأن أوكرانيا بعيدة هم ربما يدعمون أوكرانيا اقتصادياً أو يقدمون لها بعض الأسئلة لكن هم لن يحاربون نيابة عن أوكرانيا وأود أن أذكر أن أوكرانيا تعتمد اعتماد كبيراً على التجارة مع روسيا فهي من أكبر شركاء روسيا أو أوكرانيا التجاريين هناك الغاز الذي يأتي إلى أوكرانيا وهناك اعتماد على أنواع مختلفة من الوقود الذي يأتي من روسيا إلى أوكرانيا وبرأيي من غير المحتمل أن تستفز أوكرانيا في مناطق دومتسك وغيرها لكن إذا حصل هجوم أوكرانيا على هذه المناطق فروسيا سترد وتهاجم أوكرانيا عسكرياً وفي حال السيناريو الآخر أنه لن يكون هناك هجوم أو خرق للحدود الأوكرانية من قبل روسيا ما هي الخيارات الأخرى المتاحة لبوتين لتحقيق مطالبه الآن؟ بوتين يريد ضمانات أن لا تنضم أوكرانيا إلى الناتو وأن لا تكون هناك أسلحة استراتيجية مثل الصواريخ من أمريكا والناتو أن لا تضع في أوكرانيا هذا ما يريده بوتين حالياً بوتين يحصل على ما يريد فأوكرانيا ما تزال أو هي ليست عضواً في الناتو ولن يحصل هذا الأمر قريباً وبهذا المعنى فإن هدف روسيا قد تحقق لكن الوضع لاحقاً قد يتغير ربما يريد بوتين أن يجلب الانتباه إلى القوات العسكرية الروسية لإجبار أمريكا والحلفاء الغربيين والناتو على الجلوس المائدة وأيضاً عدم توسيع الناتو روسيا تريد ضمانات أن الناتو لن يتوسع إلى دول أخرى واقعة ضمن إطار النفوذ الروسي وأنه لن تكون هناك أسلحة لناتو في القوقاز وأوكرانيا ودول أخرى كل هذه اللعبة لعبة القوات المسلحة على حدود أوكرانيا هي من أجل المحادثات المستقبلية والاستقرار حالياً ناتو يستثني روسيا ولا يمكن بناء الاستقرار في أوروبا دون روسيا وروسيا تريد بناء هذه الروابط المستقبلية ستنسلاف مكتراكوفيتش شكراً جزيلاً حضورك معي صباح اليوم شكراً جزيلاً